بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدعل له عوجا قيما لينزر بأسا شديدا من لدن من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون يعملون الصالحات أن لهم أجرا عسنا ما كسين فيه أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة ما تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إلهاً لقد قلنا إذا انشقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا الله فأقووا إلى الكهف يناشر لكم يناشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمار وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يظن الفنان تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زراعيه بالوصيد لو اتقلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه هذه إلى المدينة فلينظر أيها فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطط ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له ويب السماوات والأرض أبصر به وأسمعه ما لهم من عدونه من ولي من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا ما تجد من عدونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيصوا يؤوسوا بما إنك المهل فالمهل يشفي المجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من زهب من زهب ويلبسون ثيابا خضرا خضرا منها سندسي وإستبرق وإستبرق متكهين فيها على الأرائك نعم الزواب وحسنة مرتفقا وضربناهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخر وجعلنا بينهما زرعاب كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيج هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحامره وهو يحامره أكفرت بالذي بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤطيني خيرا من جنتك من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عناد ربك خير عناد ربك ثغابا وخير أملا ويوم نسير جبال غطر الأرض بارزته وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من لدوني أولياء من لدوني وهم لكم عدب بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ونقد صرفنا في هذا القرآن للناس للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما زكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدام إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهوا وفي آذانهم مقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجد لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من لدونه موئلا وتلك القرى أهنكناهم لما ظلموا لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاهنا أبرح حتى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا آتنا غداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصدا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال يالك ما كنا نبغي فارتدا فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله صابرا ولا أعصينك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا فإن خلقا حتى إذا ركدا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهنها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لما تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لطيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لما تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أدرا قال هذا فراك بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرضت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين مؤمنين فخشينا أن يرهقهما أن يرهقهما طعيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين يتيمين في المدينة وكان تحته كما زلوما كما زلوما وكان أبوهما صالحا وأراد ربك أن يبلغا أشدهما أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن زي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكتنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما إما أن تعذب وإما وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بمانتين خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من لدونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قونا قالوا يا ذا القرنين إما يعجوج ومعجوج مفسدون ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما بتني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبرا حديدا حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الصدفين بين الصدفين قال ما فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين تفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَارًا الذين ضل سعيرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فعبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة غزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزنا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن وكان يرجو نقاء ربي فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم موسيقى 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 موسيقى